هل نرى الفوضى والحروب ونرى سيادة العدو حوالينا على الأرض دعونا نبشر المسيح آتي قريبا في عبرانيين صحح 9 آية 27 وآية 28 الكتاب يقول وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة بعدين يتكلم هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطيئة للخلاص للذين ينتظرونه ردت على الآية هذه تفضل مرة أظهر عندما جاء الوقت المعين لكي يموت مخلصا ويبطل الخطيئة ويحمل خطايا كثيرين هذا يتكلم عن نجيء من ألفين سنة عندما علق على الصليب مجروحا لأجل معصينا مصحوقا لأجل أثامنا كما جاء زي ما الكتاب المقدس والنبوات قالت أن المسيح سيأتي حمل الله ليرفع خطيئة العالم وأتى هكذا أيضا الكتاب يقول أنه سيأتي سيظهر ثانية بلا خطيئة وكلمة هنا بلا خطيئة لن يأتي المرة الآتية لكي يخلص من الخطيئة أو يحمل الخطيئة أو يخفر الخطايا حاشا لكنه سيظهر ثانية للخلاص للخلاص للذين ينتظرنهم سيأتي كما تكلمنا منذ قليل سيأتي لكي يخلص المخلصين وهنا في حتمية حتمية الموت موت المسيح أنه فعلا مات ويؤكد هذا الشيء ثم الحتمية الثانية بتكلم حتمية الدينونة نعم براجل قد عينه الله يعني بيتكلم عن الدينونة في دينونة صحيح من كمان من الرب يسوع المسيح كمان الكتاب بيتكلم عن أنه كل الخليقة كل الخليقة ستعطق يعني ليه أنا لسه مطلع على الآية دي رومية تمانية دلوقتي متوقعين التبني فداء أجسادنا زي ما قلت برضو أن المسيح سيأتي مخلص لن يأتي فقط لكي يخلص المؤمنين أو يريح المؤمنين ليكونوا معه لكنه أيضا سيأتي أخ نزار لكي يريح الخليقة كلها الخليقة متعبة لما أرجع لرومية تمانية وأحباء المشاهدين لو بيحبوا يتابعوا معايا رسالة رومية وأصحاح تمانية الكتاب يقول لنا في عدد كام عدد عشرين إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء الخليقة بعد سقوط آدم أخضعت للبطل والفناء والفساد والفراغ والتفاهة أي سيطرت الخطية وسيطرت الشيطان وإحنا الآن شايفين الفوضى العارمة الموجودة في الخليقة هل من خلاص لهذه الخليقة أيضا؟ نسمع كلام الكتاب يقول لنا في عدد اثنين وعشرين من رومية تمانية فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن وليس ذلك فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني في ذلك سيأتي المسيح يأخذ المؤمنين إلى السماء ثم بعد ذلك سيريح الخليقة في ملكه الألف السعيد عندما تعطق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله ما أروع المخلص أحباء الأفاضل هل نرى الفوضى والحروب ونرى سيادة العدو حوالينا على الأرض؟ دعونا نبشر المسيح آتي قريبا وعندما يأتي المسيح لن يريح المؤمن فقط لكن حتى الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر